في سماوات القرآن أما بعد أيها الإخوة الأحبة الفضلاء طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ثم أما بعد نواصل اليوم بمشيئة الله عز وجل رحلتنا المباركة مع كتاب الله عز وجل مع الكتاب الذي لا تنقض عجائبه والذي أنزله الله عز وجل رحمة للعالمين فلا كتاب اليوم تحت أديم السماء يقود البشرية جمعا إلى ربها ويصلها بخالقها إلا القرآن الكريم وقد وصلنا بحمد الله عز وجل إلى ختام صورة الأعلى واليوم بمشيئته ورحمته نتابع رحلتنا مع صورة الغاشية هذه الصورة من صور القرآن الكريم هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة من كتاب الله عز وجل فهي صورة مكية نزلت كما نرى من سياقها الداخلي وآيتها وكما ورد عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية السنة الثالثة وبداية السنة الرابعة لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ المعارضة المنظمة من كريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففي بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك معارضة ولكنها كانت معارضة فردية كل بيت في مكة وفي كريش من أسلم من أبناء هذا البيت وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعارضونه ويتوجهون إليه بنوع من الأذى والمعارضة أما المعارضة المنظمة التي يكون لها قادة وسادة وزعماء من أهل مكة لم تكن كد بدأت بعد حين نزول هذه الصورة أي في نهاية السنة الثالثة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الصورة تتحدث عن أنه سيكون هناك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجماعة المؤمنين معارضة منظمة تتخذ لها قادة وزعماء يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تصف وتحدد نهاية هذه المعارضة أنها ستبوء بالفشل والقيبة والخسراء الترابط بين هذه الصورة وصورة الأعلى أن هناك علاقة بين هذه الصورة صورة الغاشية والصور التي تصبقها فمثلاً صورة البروج تحدثت عن أن هناك سيكون مبعوث سماوي ويكون مجدداً ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى المجددين بأنهم مبعوثين فقال إن الله يبعث مبعوث من الله عز وجل على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينه فهناك المبعوث الثالث عشر الموعود الذي حددته صورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وهو سيشهد على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن وأحقية الرسالة المحمدية أنها هي الشريعة الوحيدة التي تستطيع أن تقود الناس إلى رب العالمين ثم تأتي صورة الطارق فتحدد مهمة أخرى لهذا المبعوث وهو الذي سيوصلهم إلى أن يستمد مباشرة من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأتي صورة الأعلى لتحدد أنه الأمة الإسلامية لن تتقدم أبدا روحانيا وماديا إلا إذا تبعت مبعوث سماوي أو تبعت مجدد وليفهم الذين يريدون أن يحولوا الإسلام إلى نظام سياسي أو حزبا سياسيا وجماعات الإسلام السياسي أنه لا نهضة لهذه الأمة إلا إذا تبعت مبعوث سماوي إن الله سبحانه وتعالى أناطا وربتا بعثة الإسلام والمسلمين على أيدي مجددين لابد من مجدد فالله سبحانه وتعالى في صورة الأعلى قال سنكرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يغفى ونيسرك لليسرة وقلنا أن معنى هذا أن الأمة لن تنسى القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حينما تحدثنا عن الفترة التي سيضعف فيها المسلمين وبستان الإسلام قد تجف أشجاره ومنابع الهدى فيه قد تقدر قال إن القرآن سيكون موجود فقال سيأتي على الناس زمان لن يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه فالقرآن سيكون موجود حروف وكلمات بين دفتي المصحف ويقرأه الناس وبأعزب الأصوات ويكتبونه على أفخر الأوراق ولكن سيختفي التأويل الصحيح شيئا فشيئا من الأمة هذا معنى قول الله عز وجل سنكرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أي أن الأمة قد تنسى تأويل هذا الكتاب كما كان يفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسيأتي المجددون تباعا لكي يعيدوا هذا التأويل الصحيح إلى الأمة إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينه فالقرآن والإسلام ملوط بأنه سيأتي مجدد دائما يجدد هذا الفن هذا ما ذكرته صورة الأعلى ثم تأتي صورة الغاشية لتحدد أن سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا لن يتبدل هذا الوضع ما هو هذا الوضع أنه كلما أتى مجدد وحتى المبعوثين من رسل الله سبحانه وتعالى أنهم دائما الأمم لا تقابلهم بالورود ولا تفرش لهم الطريق بالورود واليسامين ولكنها تضع بدل من الورود تضع الأشواك في طريق هؤلاء المرسلين لم يروي لنا القرآن الكريم ولم يحدثنا ولم تذكر آية واحدة في كتاب الله عز وجل أن هناك رسول من رسل الله عز وجل قد استقبله قومه بالترحاب الكل كذب والكل أوزي والكل تعرض للإزاء الشديد يقول الله عز وجل وهو يحدثنا عن هؤلاء كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به؟ هل الأقوام تواصت بهذا أن يكذبوا الأنبياء؟ أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون هذه هي سنة الله عز وجل أن هؤلاء المرسلين المبعثين يقابلون دائما بالأشواك والعقبات في طريقهم فهذا ما تذكره هذه الصورة صورة الغاشية أن أهل مكة وحينما يأتي المسيح الموعود عليه السلام ليعكس أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المسيح الموعود بالورود وأن يحمله الناس على أعناقهم ويقولون الحمد لله لقد جاءنا من يخلصنا مما كنا فيه دائما يعارض المبعثين بأشد أنواع المعارضة هكذا تذكر هذه الصورة أنه سيكون هناك معارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه المعارضة الله سبحانه وتعالى يذكر أنها سوف يكون مصيرها إلى الفشل والخيبة بل وستجر على نفسها نار جهنم في الدنيا وفي الآخر يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة ما معنى هذه الآيات كلمة هل في لغة العرب حرف لطلب التصديق الإيجابي أي أنها تدعو هي تختلف عن الهمزة نقول هل جاء أحمد أي يرجح أنه قد جاء أطلب منك أن تصدق أنه قد جاء فعل فهل أتاك حديث الغاشية أي قد أتاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الغاشية فلا تخف ولا تحزن لأن مصيرهم إلى هذا فما هي الغاشية كلمة غشأة في اللغة يعني غطة الغاشية هي والعياذ بالله المصيبة الكبيرة التي تغطي الإنسان وتغطي شعوره وفكره وإحساسه فلا تجعله يفكر في غيرها ولأن عذاب النار والعياذ بالله قد يشغل الإنسان ويغطيه تماما فكرا وشعورا وإحساسا فهي تسمى أيضا الغاشية وحينما تأتي لقدر الله مصيبة إلى أمة من الأمم ويغشاهم العذاب يغطيهم تسمى أيضا هذه غاشية يقول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فحينما يغشى الناس العذاب في الدنيا أو في الآخرة ويغطيهم وكأنه غطى عليهم شعورهم وإحساسهم يسمى الغاشية فالله سبحانه وتعالى قبل أن تبدأ هذه المعارضة المنظمة يقول أن هذه المعارضة سوف تؤدي بهم إلى أنه سيغشاهم عذاب الله عز وجل وقد حدث هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما عارضته قريش وآذوه أشد الإزاء فقال اللهم أعني عليهم بسبع أو بسنين كسنين يوسف عليه السلام فغشاهم الجوع الشديد حتى أنهم أكلوا بلود الحيوانات وضاقت الأرزاق في مكة كأنهم غشيهم عذاب من الله عز وجل حتى ذهب أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئه أن قومه قد هلكوا فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكشف عنهم هذا العذاب وحينما تكذب هذه الأمة مبعوثها المجدد الثالث عشر المسيح الموعود سيكون هناك مصيرها والعياذ بالله قد يكون مثل هذا لأنه هناك إلهام ووحي أيضا إلى المسيح الموعود عليه السلام فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس فهذا يسمى الغاشية فالله سبحانه وتعالى قبل أن تبدأ هذه المعارضة يقول إن الذين يعارضون الأنبياء سوف يغشاهم العذاب سيبرون على أنفسهم ويلات العذاب فهل أتاك حديث الغاشية أي قد جاءك يا رسول الله نبأ هذا العذاب الذي سيغشاهم فاطمئن ولا تخف مما يمكرون لأن الله سبحانه وتعالى من ورائه محيط هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة الوجه هو الوجه وجه الإنسان وقد يطلق على الإنسان كله من نوع المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية أن هذا الوجه هو جزء من هذا الإنسان فالذين يعارضون الأنبياء ستكون وجوههم أي هذا الإنسان كله سيكون مصيره الذلة والخشوع فالخشوع هو التقصر والمذلة وأيضا كلمة وجوه هي سادة القوم وجوه القوم أي سادتهم وكبراءهم وزعماءهم فالله سبحانه وتعالى يقول أن الذين سيعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي عليهم يوم يكون فيه رؤساؤهم وزعماءهم في غاية المذلة والانكسار وقد حدث هذا يوم أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ونادى أبو صفيان يا معشر كريش أو يا أهل مكة لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به أسلموا تسلموا وقال لهم من دخل داري فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ورأى أهل مكة في هذا اليوم وجوههم وزعماءهم وجوه القوم وكبراءهم رآهم أهل مكة أنهم أصبحوا في غاية الخشوع والمسكنة والمذلة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من نبوءة عظيمة تحملها هذه الصورة الكريمة من كتاب الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية أي لقد جاءك في هذه الصورة حديث هذا العذاب الذي سيغشاهم في الدنيا والآخرة وجوه يومئذ خاشعة أي حينما تأتي هذه الغاشية وجوه يومئذ أي يوم أن يأتي هذا العذاب ويوم أن تأتي هذه الغاشية ستكون هذه الوجوه وجه كل إنسان وسادة أهل مكة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة أي ممكن أن تفسر على مستوى كل فرد أي أن هذه الوجوه كل إنسان فيهم سيكون عامل أي يعمل عملا ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون دائما متعبا وهو يؤدي هذا العمل ولاحظ أن الآيات تتحدث بصورة الجمع وجوه لم يكن وجه أي أنها ستكون معارضة منظمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاملة جمعة أيضا ناصبة ومن معاني كلمة ناصبة غير متعبة أي أن هذه الوجوه ستكون متعبة أنه نصب فلان ملكا أو أميرا أو سيدا أي جعله واتخذه هكذا إماما له فأهل مكة سيعينون زعماء ويتخذون زعماء ووجوه لهم وسادة في حربهم ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ستنصب زعماء عاملة ناصبة تصلى نارا حامية هذا هو مصيرهم سوف يتقرعون الفشل والخيبة والخسران وسيكون هذا التقرع بالنسبة لهم كأنهم يشربون ويصطلون بعذاب جهنم قد تكون هذه الأمور هي التي ستحدث في الآخرة ونحن نؤمن بهذا ولكن الجنة والنار تبدأ من هنا من هذه الدنيا والإنسان هو الذي يصنعها بيده في هذه الدنيا فالله سبحانه وتعالى يقول أن الذين يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعارضة المنظمة سوف يكون مصيرهم في الدنيا والآخرة تصلى نارا حامية ودائما في لغة العرب حينما يشعر الإنسان بالخيبة الشديدة والخسران والهزيمة الشديدة كأنه أصبح والعياذ بالله في نار جهنم أي أن هذه النار كأن فراشه الذي ينام عليه في الدنيا تحول إلى نار وأشواك لا يستطيع أن ينام عليها من شدة ما لقاه من الهزيمة والخسران تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية أي أن هذه الوجوه هؤلاء الناس وخصة السادة منهم تسقى من عين آنية أي أن ماءها شديد الحرار الإنسان في الدنيا يشرب المشروب الساخن في حالتين إما أن يكون للاستشفاء نغلي بعض الأعشاب ثم نشربها فيكون الماء ساخنا بس هذا يقصد به العلاج والاستشفاء وقد يشربها من باب التفكه والتنعم سنبيشرب الشاي أو القهوة وهي مشروب ساخن ويقصد بها أن هو التفكه والتنعم وهي أيضا أنواع من الأعشاب فأيضا للعلاك ولكن الإنسان في الظروف العادية غير التفكه وغير الاستشفاء لا يشرب الماء الساخن لا يكون هناك إنسان أشفق على الموت مثلا من شدة العطش ونعطيه ماء ساخن أو حتى في الظروف العادي الإنسان لا يزيل العطش بماء ساخن بل دائما يمدح الماء البارد وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل مكة إنكم مرضى ومرضكم هذا هو الذي دفعكم هذا المرض الروحاني هو الذي دفعكم إلى معادات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعارضته وسوف تتجرعون المصائب في الدنيا وتتجرعون في نار جهنم من عين آنية حتى يتم شفاءكم مما أنتم فيه وكانت هذه الأكواب التي يتجرعونها في الدنيا هي هزائمهم المتكررة في الغزوات أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كل مرة حينما عادوا من بدر منكسرين كأنهم تجرعوا كأسا يعني عالجتهم بعض الشيء جعلت الكثير من أهل مكة يفكرون صحيح لم تكن غالبية كبيرة ولكن الذين رجعوا منهم مهزومين أو الذين أسروا سبعين الذين أسروا يوم بدر من المشركين ورأوا كيف عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أجمل وأقرم معاملة للأسير وكيف كانوا يؤثرونهم على أنفسهم بالطعام والشراب وهم أسرى خرجوا يقتلونهم كان هذا بالنسبة لهم كأنهم تجرعوا مشروب دافئ وساخن يعالجهم مما هم فيه من وساوس تجاه الإسلام وتجاه القرآن فجعلتهم يفكرون والإنسان المريض لا يشفى من أول جرعة فتجرعوا شراب من حميم من هذه الغزوات حتى آل بهم الأمر إلى أن شفوا كلية ودخلوا في الإسلام يوم فتح مكة والذين ماتوا منهم قبل أن يتبعوا رسول الله سيتم شفاؤهم في نار جهنم وهذا يدلنا على أن نار جهنم هي أيضا من رحمة الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي واسعت كل شيء وجهنم هذا شيء فهي أيضا تسعها رحمة الله عز وجل فنار جهنم في الإسلام الصحيح الذي بيّنه لنا المسيح الموعود عليه السلام وهذا ما كان حينما نقرأ عن صحابة رسول الله هذا ما كانوا يعتقدونه أيضا وتعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان في الدنيا قد أصيب بأمراض روحانية كثيرة جعلت هناك طبقة سميكة على قلبه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الأشياء التي اكتسبوها جعلت هذا القلب مريض وعليه طبقة غليظة الله سبحانه وتعالى في الدنيا قد يبتليهم ببعض المصائب لكي يزيل هذا ويجعلهم يلقؤون إلى الله عز وجل فإن لم يتم شفاءه في الدنيا بسبب سمك هذه الطبقة التي حجبته عن نور الله هذا هو عذاب جهنم وهذا هو فلسفة العذاب في اللغة العربية وفي القرآن وفي الإسلام أن كلمة تعذيب نقول تعذيب ماء البحر أي نجعله عذبت الشيء أي جعلته عزبا نزيل ما فيه من أملاح وشوائب ومواد زائدة حتى نجعله عزبا هذا ما يتم في جهنم نزيل ما في الإنسان من أمراض وملوحة وشوائب ونعذبه فنجعله طاهرا نقيا عزبا فيدخل الجنة برحمة الله عز وجل هذا ما يستذكر هذه الآية أي سيكون العلاج على أن نعطيهم برعات من ماء ساخن والإنسان يشرب الماء الساخن المغلي للاستشفاء تسقى من عين آنية يقول سوف يتم شفاؤهم إما هنا في الدنيا أو في الآخرة ليس لهم طعام إلا من ضريع والمفسرون قديما جعلوا يذكرون أنواع هذا الضريع وأنه نبات لا خير فيه وذكروا أسماء وتأكله الدواب فلا تسمن ولا يظهر عليها أثر هذا الطعام والله سبحانه وتعالى لا يذكر هنا حتى لو كان هذا الطعام شهي بالنسبة للأنعام هل سيكون شهي بالنسبة للإنسان هل مثلا الطعام الذي يذكرونه اللي هو الأشواك التي تأكلها أي أكلها البعير وتأكلها الحيوانات فلا ترضى أن تأكلها ويكون مرعى سيئ هل لو جئنا بالطعام مثل أعلاف الحيوانات التي هي بالنسبة للحيوان شيء جميل ووضعناها أمام الإنسان هل ستكون هذا الطعام ليس من ضريع لا الله سبحانه وتعالى حينما يكون الإنسان في شدة الخيبة والانهزام دائما لو أكل أشهى أنواع الأطعمة وشرب أشهى وألذ أنواع الشراب فإنه يشعر به كأنه يعترض حلقه الشاعر امرؤ القيس في ذات يوم وكان يشرب الخمر مع بعض أصحابه وجاءوا إليه بخبر أن والده قد قتل فقال اليوم خمر وغدا أمر أي سأكمل هذا المجلس اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر ثم بدأ في مرحلة القتال حتى أخذ بصقر أبيه وحينما أخذ بصقر أبيه قال بيتا من الشعر قال اليوم أسيغت لي الخمر أصبحت طعمها مستصاب وقد كنت قبل أغص من ماء الفرات أي أنه حينما كان يشرب الماء النقي اللذيذ كان يعترض حلقه لأنه يشعر بالخيبة لأنه لم يأخذ صقر أبيه فالله سبحانه وتعالى يقول لهذه المعارضة المنظمة أنه ستتوالى عليكم الهزاء وكلما خرجتم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وبدر الثانية والأحزاب وغيرها من الغزوات ستعودون مهزومين وهذه الخيبة وهذه الهزائم تلك الهزائم المتكررة ستجعل أشهى الطعام لديكم يعترض حلقكم فيكون كأنه أشواك في حلقكم من شدة ما تعانون من الخيبة والمذلة والخسران ويكون مثيلا له في الآخرة ولكن سنبدأ هنا من الدنيا ليس لهم طعام الله سماه طعام ولكنه سيكون في حلقهم ضريع أشواك تعترض حلقهم ولغة العرب غنية بالتعبيرات والمؤثرات والمشاعر التي تفيد بها الكلمات أي أن هذا سيكون نتيجة أنه وجوه يومئذ الله يصف حالتهم يومئذ يوم الغاشية يوم أن يغشاهم العذاب حينما يغشاهم عذاب الانكسار أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون كل طعام لديهم ضريع ليس لهم طعام أي طعام سيكون لديهم ضريع والعياذ بالله لا يسمن ولا يغني من جوع أي أن هذا الطعام حينما يعترض حلقهم من شدة ما يلقون من مرارة الانهزام لا يسمن ولا يغني من جوع ولاحظ أن هذه الآيات تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ هذه المعارضة وقبل أن يعارض رسول الله في مكة في العام الرابع من بعثته وسيظل بعدها في مكة تسع سنوات أو عشر سنوات ثم يهاجر إلى المدينة وبعد عام سيخرجون إليه في بدر وتتوالى الهزائم عليهم ويأتيهم العذاب فالله سبحانه وتعالى يقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو ما سيقول إليه حالهم فلا تخف ولا تحزن فأنت في عين الله عز وجل ثم يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناعمة أي يوم أن يأتي هؤلاء الغاشية سيكون في هذا اليوم أيضا وجوه يومئذ أي يوم أن تأتي الغاشية وجوه يومئذ ناعمة والإنسان يظهر أثر النعيم على وجهه بسبب ما في داخله من فرحة وسرور وسعادة داخلي وجوه يومئذ ناعمة وأيضا هذا النعيم سوف يحظون به يوم القيامة ولكن جنة الإنسان تبدأ من هنا والله سبحانه وتعالى قال في كتابه وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فتبدأ الجنة من هنا من الدنيا جنة في الدنيا وجنة في الآخرة فالله يقول حينما تتوالى الهزائم على المعارضين والمعارضة المنظمة ستكون هناك وجوه يومئذ ناعمة سعيدة مصرورة راضية بقضاء الله عز وجل لسعيها راضية هناك إنسان قد يصل إلى الثراء المادي ولكن أتى به من طرق غير مشروعة فيظهر أثر النعيم على وجهه ولكنه غير راض على سعيه هناك دول كتنتصر وتذهب لتحتل دولة أخرى وتعتدي عليها وتدمرها وتحتفل بهذا الانتصار ويظهر أثر الصرور والنعيم على وجوه هؤلاء ولكنهم يعلمون في داخلهم أنهم معتدين فلا يرضون داخليا بهذا فالله سبحانه وتعالى يقول حينما ينتصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على هؤلاء وحينما ينتصر المسلمون دائما على من يعارضهم معارضة منظمة يكونون لسعيهم راضون أي أنهم أتوا ونالوا هذا النصر وهم دائما في طاعة الله عز وجل لم يرتكبوا محظورا ولا محرما ولم يأتوا فعلا قبيحا ولا شنيعا ولم يخالفوا ما أمرهم الله عز وجل به في كتابه من الرحمة والعفو عند المقدرة وأنهم كانوا دائما صادقون ولا يخلون ولا يغضرون ولم يقتلوا شيخا ولا طفلا كبيرا ولا مرأة وحينما يمرون بالآمنين المسالمين يدعوهم في شأنهم وما خلوا أنفسهم له كانوا يخرجون فقط يحاربون من رفع عليهم السلاح يريد استئصالهم ويقره أن يرى هناك موحدين في هذا العالم فخرجوا لكي يردوا عن أنفسهم العدوان فهذه الوجوه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية فهي لم تخالف حدود الله عز وجل فقد كان دائما كل جيش يعلم وصية الصديق رضي الله عنه حينما وقف يوصي جيش أسامة أنه لا سيروا باسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا شجرة ولا تقطعوا نخلة ولا تعكروا ماءا ولا تلوسوا ماءا ولا تزبحوا شاتا ولا بعير لا تفسدوا في الأرض ولا تطلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا مرأة وإنكم ستمرون بأناس قد خلوا أنفسهم في الصوامع أي هؤلاء المسالمين فدعوهم وما خلوا أنفسهم له أي لا تقتلون إلا من رفع علينا السلاح يريد استئصالنا فكانت هذه الجيوش وهذه الفتوحات هي رسل رحمة وسلام إلى العالم خرجوا فقط ليقتلوا هؤلاء الطغا الذين يقرهون البشرية بل يقرهون أنفسهم ويرفضون أن يصل هذا الخير إلى أنفسهم فيقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية والإنسان يصف الشيء دائما الكريم بأنه في منزل عالية أي أنهم حينما يقيمون ملكوت الله على الأرض ستكون هذه جنتهم في منزل عالية لا تنالها شبهات القوم وإساءاتهم وأنهم يريدون أن يلوسوا ما أقامه المسلمين من ملكوت ودولة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافته الراشدة وأيضا هذا سيكون نعيم أيضا في الآخرة إن شاء الله في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية يصف الله عز وجل دولة الخلافة الراشدة أنها كانت عالية فوق الشبهات ولا تنالها الإساءات من القوم وأيضا لا تسمع فيها لاغية واللغو المسموع هو الكلام الزائد عن الحاجة أو الكلام الذي لا ينبني عليه فعل والإنسان دائما الله يقول لا تسمع فيها لاغية الإنسان يسمع اللغو إما أن يقوله هو فيسمع أو يقوله غيره له فيسمعه أيضا فالله يقول في ظل دولة الخلافة الراشدة وفي هذا الملكوت السماوي الذي يقيمه المسلمون وأرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدولة ستكون نظيفة نقية ملكوت روحاني لا تسمع فيه أقوال قد لا ينبني عليها أي فعل لا تسمع فيها لاغية وإذا أرادت الشعوب والأمم والجماعات أن تتقدم فلتحقك هذه الجنة على الأرض أنها تكون وجوه يومئذ ناعمة لا تخرج عن طاعة الله حتى تكون لسعيها راضية وتكون دولتهم وأمتهم فوق الشبهات في جنة عالية ولا يسمع فيها في إعلامها وبين الناس لا يقول الناس لبعض اللغو دائما وكم من إعلام في أمم من قثرة ما أشاع فيها من لغو قضى على روح هذه الأمم وعلى روح تقدمها وجعل اللغو كأنه هو مبدأ الحياة بين هذه الأمة لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية أي أن أعمال هذه الأمة لا تنقطع جيلا بعد جيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له والمسلمون في ظل الخلافة الراشدة أقاموا هذه الأشياء الثلاث فقد أقاموا الصدقات الجارية وأحسنوا إلى الناس وعملوا أعمال وكانوا يشعرون بها أن الإنسانية أولا خدموا غير المسلمين والمسلمين على السواء وجعلوا هناك صدقات جارية أماكن تنفع البشرية جمعا وعلم ينتفع به أشاع العلوم ومبادئ العلوم الكيميا هو علم عربي والجبر والهندسة والبصريات هذه العلوم أشاعها المسلمون في العالم علم ينتفع به كما أنهم صهروا على تدريب وتربية أبنائهم فأنتجوا أجيان صالحة تحمل مشاعر الخير والعرفان في العالم فكانت حضارتهم فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة السرير هو كرس العرش أو العرش نفسه السرر قد يطلق على ما ينم عليه الإنسان ولكن في الأساس في لغة العرب هو مجلس الملك كرس العرش وكأن الله سبحانه وتعالى يقول أن ملك المسلمين سواء في الخلافة الراشدة والخلافة الأموية والعباسية ستكون دولة قوية عروشها ومجالس أمراؤها وخلفائها الله سبحانه وتعالى يقول مرفوعة أي متينة عالية فيها الشروخ والعزة وهذا ما حققته دولة الإسلام لاحظ أن هذه الآيات وهذه الصورة كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية السنة أو العام الثالث من بعسته صلى الله عليه وسلم وفي هذا العام يصف الله عز وجل ما سيقول إليه أمر المشركين والمعارضين ويصف دولة الإسلام والمسلمين في عهد الخلافة الراشدة وما بعدها وإن أراد المسلمون أن يحققوا هذا فقد قلنا في بداية الحديث في هذه الحلقة أنه لن يكون ذلك بأحزاب سياسية ولا بجماعات إسلام سياسي ولكن باتباع مبعوث الله عز وجل فإن الله قد أناطى ورابط بعثت المسلمين روحانيا وحضاريا ومديا بأن يتبعوا ما بعثه الله إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجددين من بعده على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة المبعوث الموعود والسماء ذات البروج واليوم الموعود هذا هو الطريق ولا طريق غيره حتى تصل إلى هذا فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة أكواب موضوعة أي قريبة من الإنسان والأكواب هو كانت في الجاهلية تطلق على أكواب الخمور ولكن المعارف الإلهية التي تقود إلى حب الله يسميها العرب أيضا خمرا وكأن المعارف والعلوم الإلهية والروحانية تكون دائما ممتدة ويسيرة من هذه الأمة وقريبة منه حتى أن أكواب هذه الأمة دائما موضوعة كأنها تنتظر أن يرسل الله عز وجل فيها إليهم المعارف الروحانية فيشربونها فينضجون دائما وينمون ويتقدبون وهم عارفون بالله عز وجل وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوسة النمارك هو ما نسميه ما يستند عليه الإنسان حال جلوسي مصفوفة أي أنها دائما أماكنهم التي فيها يعيش فيها هؤلاء تستعد لأن تستقبل ما يدخل إليهم من الأمم الأخرى في الإسلام فيرحبون به يعني هم يرحبون بغيره فنماركه مصفوفة أماكن أنت بتجهز مكان تستقبل فيه الضيوف فتبقى النمارك فيه المساند والأرائك بتاعته مصفوفة تستعد لاستقبال الضيوف فكان الإسلام بمعارفه الروحانية والأكواب الموضوعة المملوئة بالعلوم والمعارف الروحانية والإلهية كانت كثيرة وموضوعة قريبة يقدمونها أي إنسان يدخل في الإسلام يجد معارف روحانية كثيرة تكفيه وتغطيه ويجد أماكن تتسع له ونمارك يتكئ عليها ونمارك مصفوفة فهو مرحب به فالإسلام جميل يجذبه بمعارفه الروحانية وله فيه متسع لم يكن هناك سيف يرفعونه على بل كان الإسلام هل هناك إنسان يقبر على أن يقبل الجمال لا الجمال ينادي وحده ينادي من يأتي إليه ولكن الذين يرفعون الآن السيف والقهر الله سبحانه وتعالى يقول في نهاية هذه الصورة أن هذا لا يصح الذين يرفعون السيف ويردون سيطرة وولاية على الناس يأتون بهم قصرا إلى دين الله الله يقول لا بل إنك إذا رأيت إنسان في كوخ صغير يعبد فيه صنما لا تهدم هذا الكوخ على رأسه لأنه سيبنيه مئات المرات كلما هدمته ولكن ابني بجوار هذا الكوخ له قصرا عظيما وهو بنفسه سيهدم كوخه هذا وينتقل إلى هذا القصر فالله سبحانه وتعالى يقول هذا بدلا من أن ترغموا الناس على دين الله أقيموا أيض أنتم أولا ملكوت الله على الأرض ملكوت الله يصفه الله في هذه الآيات أن أهله وجوه يومئذ ناعم لسعيها راضية يرضون بما قدموا في جنة عالية دولتهم فوق الشبهات لا يتوجه لأنها قامت بالقوة والسيف والسلاح والمؤامرات والخيانة والاغتيالات لا تسمع فيها لغية لا تسمع فيها لغوا ولا كلمة خبيثة ولا قول لا ينبني عليه فعل فيها عين جارية فيها العلوم تبث وفيها الصدقات لكل بني الإنسان وفيها تربية النشأ الذي يدعو لآبائهم فيها سرور مرفوعة أي أن الرؤساء فيهم عروشهم قوية تحكم الأمة وتوفر لها الأمن والأمان وأقواب موضوع مليئة بالعلوم والمعارف الروحانية والإلهية وترحب بكل من يأتي إليها ونمارك مصفوفة وإذا ذهبهم إلى غيرهم أيضا يكونون رسل سلام فيرحب بهم وزرابي مبسوسة الزرابي هو السجاد مبسوسة أي أنها منشورة ومفرقة بس الشيء يعني فرقه إما أنهم في دولتهم ستكون هذه المظاهر موجودة أي أنهم يفرشون السجاد ويرحبون بكل من يأتي إليه فهم قرماء ويأتي إليهم الكثير مبسوسة يعني في كل مكان دليل أن الأمم ستقبل على هذا الدين طواعية من الذي يعيش في كوخ صغير ويرى بجانبه قصر جميل وفيه هذا السجاد المبسوس ولا يأتي إليه يكون إنسان أحمق بعد ذلك ولا خير فيه وحينما هم يذهب المسلمون إلى أي دولة ستكون هذه المظاهر أيضا لأنهم يعرفون عن هؤلاء أنهم قرماء وأنهم زو شماء الكريمة فينصرون لهم ويبسون لهم السجاد والبصائط كي يسيروا عليه لا يسيرون على الأرض فإنهم قرماء وزرابي مبسوسة ثم يقول الله عز وجل ويصف لأهل مكة حالهم ويقول لهم أفلا ينظرون إلى الإبلي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر ما علاقة هذه الآيات بآيات الصورة قبلها وبعدها وهذا نوع من الخطأ وعدم التوفيق في التفاسير في الكرون التي أتت في منتصف حياة هذه الأمة في القرن السادس والسابع والرابع الهجري فكانوا يفسرون بآرائهم لا يعتمدون عما نكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما تشمله لغة العرب فانتشرت فيها أنهم لا يرعون الصلة بين الآيات والترابط بين آيات الصورة وهذا الترابط هو ما جاء المصلح الموعود رضي الله عنه وكان شغوفا به وكان ملهما من الله أن يبين هذا الترابط بين آيات كل صورة بل وكل صورة والسورة التي تصبقها والسورة التي تليه فالقرآن كتاب حكيم لأنه من لدن حكيم قبير والحكيم حينما يتحدث يكون هناك ترابط وصيق بين كلامه ما علاقة أنه كان يتحدث عن غاشية وعذاب سيغطي المشركين ثم هناك نعيم يغطي المؤمنين ثم يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقه ما علاقة هذا بذلك ثم الترتيب في هذه المظاهر الأربعة إذا أخذناها من أسفل إلى أعلى لا يستقيم لك الأمر الإبل كيف خلقت هي عالية السماء عالية جدا السماء كيف رفعت ثم ننزل مرة ثانية الجبال كيف نصبت ثم ننزل الأرض كيف سطحت فلا يستقيم الترتيب لا هو مرتفع بالتدريج ولا هو انخفض بدأ بشيء عال ثم نزل إلى الانخفاض ما معنى هذا المصلح الموعود رضي الله عنه بيّن لنا هذا قال إن كل مظهرين هم مرتبطين ببعضه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ما علاقة هذا بذلك الله سبحانه وتعالى يقول للعرب هم كانوا في لغتهم وأشعارهم يرمزون للعلو والارتفاع والكبر والأنفة والعزة بالبعير لأنهم رأوا في الطبيعة إن أعلى شيء في البعير هو الأنف لأن البعير حينما يشمخ برأسه يكون أعلى شيء فيه هو أنفه حتى هم اشتقوا منها العزة والأنفة وإن هم يأبون الظلم والضيم والمزلة من الأنف نفسه فحتى إن شاعر منهم كانت قبيلته غير مشهورة فقال بيتا من الشعر القبيلة أصبحت تسمى على اسم هذا البيت قال عن قومه قومي هم الأنف أي أنهم هم في المقدمة وفي منزلة مرتفعة والأزناب الزيول والأزناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنب أي أن قبيلته هي أعلى شيء فالله هنا يقول للعرب ولكل من ينظر نظرتهم إنكم تنظرون إلى الإبل كأنها في أعلى منزلة هذا في لغتكم قومي هم الأنف والأزناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنب يقول ولكن الإبل أو البعير مع أنه يأنف وأن أنفه مرتفع هو مطي لغيره في النهاية ويقوده غيره فأنتم مطي لغيركم في النهاية وأنكم تقادون بواسطة غيركم أما العلو والارتفاع الحقيقي فهو الموصول بالسماء هذا هو الفرق بينكم وبين المسلمين أنكم تعتزون بمقاييس أرضية أما هؤلاء يرتفعون لأنهم موصولون بالسماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت نعم هي عالية ومرتفعة وأعلى شيء في البيئة العربية أنف البعير ولكنه مطي لغيره وإلى السماء كيف رفعت هذا هو الارتفاع الحقيقي أن تكون موصولا بيد الله عز وجل بالسماء تتبع المعارف الإلهية لا تقاد بمقاييس أرضية فهذا الأنف جعل فيه البشر أنف البعير شيء يقود منه البعير ويسحب أما حينما تقاد من الله عز وجل من السماء فهذا هو الارتفاع الحقيقي وهذا نقوله لإخواننا هم إخواننا نئف البشرية وفي الإسلام الذين يكونون جماعات الإسلام السياسي من داعش والإخوان والنصرى وغيرهم أنكم لا ترتفعوا بمقاييس أرضية ومن العجيب أنه قد تقادون من شعوب غير إسلامي لأن داعش كيف يأتي إليها السلاح وأين تبيع بطرولها هذه الجماعات مع من تتعامل إنها تقاد من بشر أما إذا أردتم ارتفاعا حقيقيا فهو في السماء في اتباع مبعوث الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وهي مطية لغيره يركب غيرها ظهرها كي يصل إلى هدفه وهذا ما يفعلهم غير المسلمين مع هذه الجماعات أنتم بالنسبة لهم مطية كما أن الإبل مطية لغيرها وأنتم تشمخون بأنفكم كما يشمخ البعير بأنفه مع أنك مطية لغيرك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فالله يقول لأهل مكة أنتم مثل هذه الأرض ولكن حتى لا تضطرب وتميد وتتميل بأهلها جعل الله لها الجبال رواس فأهل الأرض هم مثل هذه الأرض والله جعل المأمورين والمبعوثين والمجددين والأنبياء هم هذه الرواسي الجبال التي ترسي دعاء والجبال أوتادة وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ثم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أي الذين يرفعون السيوف ويكفرون هذا ويصنفون الناس ويجعلون أنفسهم قداطا على البشر الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر إلا هنا لا معناها لكن أي أنك أيضا لم تسيطر على هؤلاء هو استثناء منقطع إلا من تولى وقفر لكن من تولى وقفر حسابه أيضا لم يتركه الله لرسوله فيعذبه الله هو مصيره إلى الله عز وجل فالذين يخرجون على قومهم يحملون السلاح بل ويتطولون ويكفرون هذا وذاك أنت داعي إلى الله ولست قاضيا انشغل بنفسك وادع إلى الله بالحكمة والموعزة الحسنة هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر إلا لكن من تولى وكفر حسابه ليس حتى إليك هو حسابه مع الله عز وجل فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن رجوعهم إلينا نحن ثم إن علينا حسابهم والله يقدم لم يكن ثم إن حسابهم علينا لا قدم القر والمقرور ثم إن علينا على الله عز وجل وليس عليك أنت فدع الأمور لله عز وجل وأنت تدعو إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعزة الحسنة والله وعد من يقوم بهذا أنه في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية وعدهم بالنعيم والملكوت الإلهي أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته في سماوات القرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا